لنا نروح لحاجة كمان رائعة جدا واداء محترم من لعبي السكواش في مصر وده بيظهر دايما بصراحة فيه كل تصنيف هنا بنتكلم شهري او حتى يعني سانوي رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش بي اس اي اعلنت عن اول تصنيف عالمي للرجال والسيدات في عام عشرين تلاتة وعشرين وبنتكلم هنا عن الثنائي المصري علي فرج ونوران جوهر وتربعين على صدارة التصنيف حضراتكم متخيلين يعني اه هنتخيل مع بعض كلنا لان ده واقع وبقالنا سنين عايشين فيه تحديدا في لعبة السكواش حاجة ولا اروح حاجة محترمة جدا الاجيال بتسلم بعض وبيحفظوا هما بيسلموا بعض على نفس المستوى المحترم في لعبة السكواش اللي مصر متصدرها بقالها سنين طويلة كمان من الكلم عن لعبي مصر اللي احتلوا 11 مركز للتصنيف العالمي الجديد لرجال ولسيدات السكواش بواقع هنا كان ست مراكز في تصنيف الرجال وخمس مراكز بتصنيف السيدات وده اول تصنيف عالمي في يناير الجاري احنا بنكتسح فيه الحمد لله كمان تصنيف المصرين في قائمة الطوب تن ده جيب فيه مصطفى عسل في المركز الثاني مروان الشرباكي في المركز السادس وطارق مؤمن في المركز السابع مازن هشام في المركز الثامن فارس الدسوئي في المركز التاسع وده برضو يعني بنتكلم هنا عن رجال تعالوا نروح للسيدات بقى نور الشربيني في المركز الثاني وهانيا الحمامي في المركز الثالث نور الطيب في المركز السادس وروان العربي في المركز السابع حاجة بجد مشرفة ان انا اشوف التوب تن واتكلم بهذا الشكل وصدارة التصنيف كمان انا بتعالي ده شيء بجد ولا اربع وكمان مناسبة لسكواش خاني اقول لحضراتكم ان بكرة فيه بطولة مهمة جدا بيتستأنف نشاطها بعد توقف كان لمدة سنتين بسبب الكورونا هي بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين واللي مفروض بتعتبر البطولة دي يعني الاقدم والاكثر شهرة في بطولات العالم للناشئين حاجة كبيرة جدا واعلام وتخطية من كل انحاء العالم ومفروض ان هي بتصنف بفئة البطولات يعني الكاتينية في ومن المقارر كمان اقول لحضراتكم استمرارها لمدة خمس ايام يعني مدة ماياش طويلة جدا لكن مباراة او بطولة مهمة جدا وحتبدأ بكرة وحيشارك فيها يعني لعيبة مصر من الناشئين المتميزين جدا والبطولة مفروض هيشارك فيها كمان اكتر من 650 لاعب ناشئ من جميع هنا بنتكلم انحاء العالم اللي بيتابع بيشوف الصور بيشوف المنظر بيشوف التغطية الاعلامية والصحفية من العالم كله هم بيتنافسوا في فئات عمرية بتكلم الفتيات والفتيان تحت 11 سنة وحتى اقل من 19 يعني سنة او عام حاجة جميلة وحاجة وعيدة جدا ومبشرة نفس الوقت اشتركوا في القناة